موسيقى تكلم عن العرض المحروس المحروسة بقالنا فترة كبيرة جدا في البروفوت ايوه لانه بتحصل كل شوية احداث بتأجل البروفوت ساعات ما بنبقاش عارفين نوصل للمسرح لان احنا قريبين قوي من دان التحرير ساعات بنبقى جوه وبيبقى في ملوتوف وقرطوش وكده يعنين بس منكملين يعني كملنا الحمد لله وخلص قربنا نعرض فيعني في اسرار ده بالنسبة للصعوبات اللي برا الصعوبات اللي جوه كانت ايه لا ما انا مش شايفة في صعوبات اه كامت جوه اه مصرحية كبيرة ومهمة ومختلفة فيها اجاني كتير فيها استعرضات كتير كانت محتاجة وقت يعني ما كان يعني الوقت اللي احنا خدناه كمناسب قوي لطبيعة العرض المحروسة طبعا مصر المحروس ايه محروس بيجي ويعدي ويمشي اه شجرة الدر هي المقصودة بانها كانت بتحكم مصر في الفترة دي بتحكم المحروسة اه لانها كانت زوجة لنجم الدين عيبك اللي بيموت اه اللي زروف معركة بيموت فيها يعني فتتولى حكم مصر بعده في الفترة اللي كان فيها تهديد بالغزو التتري على ابواب مصر انها مالحيانة بتقدر تعدي بالبلد في المرحلة دي السلاموني اه عمل طرح جميل جدا جدا للفترة دي فترة قصيرة اوية من حيات شجرة الدر حيات شجرة الدر حنا اخديني الفترة دي اللي هادرت تعدي بيها في مصر رغم الصدام اللي حصل بينها وبين المستعثم بالله اللي كان وقتها خليفة المسلمين عرض اه محفوف في المخاطر من كل اتجاهات حتى ما كان العرض نفسه قولي نفسيا وعمليا بتتعامل ازاي مع المخاطر دي والله هو الموضوع يعني على مصر كلها المخاطر دي في كل حتة مش عندنا هنا بس اه انما هي الفكرة كلها ان احنا لازم نستوعب المرحلة اللي احنا فيها وانحاول ان احنا نتعامل معها بشكل حذر ومنطقي لان احنا لو ما اشتغلناش ولو الفن مقدمش رسالته في هذا التوقيت يبقى ما يعني وخصوصا انه الفن ومش ده مش كلام ده حقيقي مرآة المجتمع يبقى مين اللي هيعبر الاعلام علي دور الرياضة عليها دور الفن علي دور لو انا ما قمتش بدوري دلوقتي اهبقى باهرب وانا ما حبش ده انا على الرغم ان انا من فترة كبيرة مش حابب ان انا اه اه لان انا ممثل في الاول في الاقل ولكن الظروف هي اللي خلتني اعاند ان انا اعمل حاجة الدور في امكانيات هيلة جدا 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 تتناوع ما بين الكوميديا وترجيديا وما بين التمثيل وما بين الشخصية الحقيقية ويعني ايه دور سري ملياني انا ارجو ان انا اوفق فيه المخرج مفيش حد سألت عليه وقلت له يا رايك في شدي سرور اللي ما يتحمس حماس رهيب فايقنت انه مخرج عظيم وكان فعلا عند حسن ظن عظيم وعاد الي عملي وانا صغير في المعهد مع الرائع المبدع كرم طاوع هذا الولد خليفة لهؤلاء الناس العظامة